اختراق دبلوماسي فلسطيني في أوروبا ثلاث دول أساسية في الاتحاد الأوروبي هي إرلندا وإسبانيا ونرويج تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 ما يرفع عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية إلى 12 دولة من دول الاتحاد 27 وبحسب القانون الدولي فإن الاعتراف يأتي في المرتبة الرابعة بعد شروط ثلاثة لقيام أي دولة وهي الإقليم والشعب والسلطة الحاكمة ورغم تواجد الشعب والإقليم إلا أن السلطة الحاكمة مقسومة بين حماس في غزة وفتح وفصائل منظمة التحرير التي تحكم الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية خلاف طال حتى الترحيب بالخطوة الأوروبية يعني اعتراف الدول الأوروبية اليوم هو حقيقة إنجاز كبير سياسي ودبلوماسي إعلان كل من النرويج وإرلندا وإسبانيا لاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس سلطة ثالثة لها اليد العليا في حكم الإقليم المقسوم بين غزة المدمرة والضفة الغربية المستعمرة هي إسرائيل التي يتحكم جيشها بمفاتيح الحياة للمواطنين بالمياه والكهرباء وحركة المواطنين وتجارتهم وأموالهم إسرائيل رفضت بغضب قرار الدول الأوروبية الثلاث وردت على الفلسطينيين بوقف تحويل الأموال وإعادة الاستيطان لشمال الضفة إن الدول التي اعترفت اليوم بالدولة الفلسطينية تمنح جائزة لقوة النخبة وللقتل والمعتدين ولهم أقول إننا لن نسمح حتى بإعلان دولة فلسطينية ولا حتى الإعلان عن إقامة مثل هذه الدولة لا سمح الله ثلاث سلطات حاكمة وإقليم مفتة مقسوم لذلك يبقى الشعب كركن أساسي للدولة والذي يشترك في الهوية والثقافة وحتى الهموم ليكون الاعتراف الدولي بحقوق هؤلاء وثيقة للتاريخ وللمستقبل أيضا قد لا يشعر الناس حاليا بفرق الاعتراف بدولتهم من عدمه فهم لا يلمسون أي من مظاهرها على الأرض وهمومهم اليومية أكبر من مجرد الاحتفال بإنجازات قانونية أو دبلوماسية لكن بالنسبة للقيادة الفلسطينية فإن الاعتراف يمثل انتصارا ولو معنويا في ظل الخسائر الكبرى على الأرض عبد الحفيظ جعوان الحدث الأراضي الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر